موسيقى مجدد ترحيب بحضراتكم مرة تاني وفقرتنا دي هنتكلم على عالم جديد بيتم اقتحامه بفضل البحث والعلم ويعني كل الأساتزة اللي شغالين في هذا المجال هنقتحام عالم البطاريات اللي ممكن تدخل بقى فيه أجهزة كتير جدا من موبايلات من أجهزة كمبيوتر من أجهزة طبية عربيات كهربائية كمان في المستقبل كل الكلام ده بيتم العمل عليه حاليا بعد تتشين أول وحدة نصف صناعية لتطوير وتصنيع البطاريات التجارية متعددة الشحط ودي يعني تحت إشراف مركز بحوص وتطوير الفلزات قد يكون المصطلحات معقدة بعض الشيء ولكن هنفهم أكتر مهم نعرف إزاي بيتم العمل علشان نوصل للمرحلة النهائية دي وهي أن احنا يكون عندنا البطاريات وصناعاتها تكون في مصر ومتوطنة عندنا في مصر وليست مستوردة من الخارج خلينا رحب معينا في هذه الفقرة بالأستاذ الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوص وتطوير الفلزات السابق أهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك خلينا في البداية ناخد لمحة عن مركز بحوص الفلزات إيه هو هذا المركز ودوره إيه وبيشتغل على إيه طول الوقت مركز بحوص الفلزات هو مؤسسة بحسية من 11 مؤسسة تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسة البحسية دي مؤسسة متخصصة جدا في البحث العلمي التطبيقي ده كانت فيه فلسفة المركز القوم البحوص هو مركز عريق وكان فيه وحدات اسمها شعب وكان الفلزات شعبة فيه في نهاية السبعينات بداية التمانينات قرروا أن تنفصل هذه الشعبة ويتم تأسيس مركز معني بالصروة المعدنية ومعني بالمعادن ومعني بالمواد المتقدمة والفلزات جملة وتفصيلة وكان فيه فلسفة لإنشاء هذا المعهد في منطقة التبين بحكم أن منطقة التبين كانت في الماضي منطقة صناعية كبرى من أكبر المناطق الصناعية في مصر فيها صناعة الحديد والصلب صناعة المطلقات فيها صناعات غير حديدية زي النحاس والألمينيوم والزينك وكان فيها كمان جنبها صناعات الأسمنت الهيئة العربية للتصنيع يعني كانت منطقة مميزة جدا وبالتالي كانوا محتاجين ينشئوا إنستيتيوت أو مععد يخدم هذه الصناعة 8 إنشاءه إمتى دكتور؟ ده أنشئ في نهاية السبعينات اشتغل في التمينات يعني بتكلمي في 84 ابتدى الشغل الحقيقي مركز بحوص وتطوير الفرزات وكان فيه تعاون بقى دولي كثير بتدعيم المركز في بعض المعونات وفيه تمويل من الدولة في نهاية أنشئ المركز بفلسفة فريدة شوية إنه مش بيتجه للبحث النظري ولكن بيعمل في البحث التجريبي يعني بيبدأ from scratch يعني يقول يجيب خامتنا ويطلع منها منتجنا هاي فعنده كل الستيبس يعني مثلا لو واحد عايز يعمل صناعة حديد نجيب له الحديد من الجبل نستخلصه وننقله القسم تاني يعمل له ملك ويطلعه مرة بيج آيرنا حديد زهر مرة يطلعه حديد صلب مرة يطرقه المهم يطلعه في فورم نهاية فده فلسفة في الحقيقة كانت عميقة للغاية في ان احنا نتجه في تحويل الخامات المصرية في استثمارها والحصول على منتجات منها او ان انا استخدم المنتجات بتاعتنا الخامات بتاعتنا وحاولها لصورة مقبولة للتطبيق المباشر يعني بمعنى صح مثلا قطاع السراميك عايز خامس ما خامل كولين بيستورادهم من بره فلو احنا علجنا خامات الكولين بتاعنا في صورة تسمح لها بتطبيق فاحنا بنقفل باب الاستراد ودي خطوة مهمة جدا فالمركز الحقيقة فوكس على ده فعندي بقى المركز ده متكون من 16 قسم تمام وماقول 16 قسم فعندي اربع معاهد تكنولوجية فيه ففي معهد معني بالفلزات معهد معني بالخامات تكنولوجيا الخامات معهد معني بالتصنيع معهد معني بالمواد المتقدمة وتحت مظلتهم 16 قسم تحت هذه المعاهد فكل معهد فيه تخصصات كثيرة ومتعددة يعني اقول مثلا معهد التصنيع فهتلاقي في التصنيع عندي اربع اقسام بتتناول طرق حديثة لكل الوان التصنيع المعنية لتخصي المعادل عندنا السباكة ووحدات وحدة نصف الصناعية دي اللي تم افتتاحها من ايام لا ده ده قديم ده موجود أنا لسه غير الوحدة الجديدة اه فالوحدة دي فيها تقاطي انتاجية تبدأ من كيلو لخمسمائة كيلو حاجة وده اللي احنا استخدمناه في انتاج الانجين بلوك فارغة المحرك لو سمعته عن السيارة اللي تم ترخيصها في مصر بمكونات 77% تم انتاجها احنا مركز بحوص الفزات كان مشارك فهو المنتج نجح في انتاج هذه الفارغة بالاتفاق بدراسات مع كليات الاندسة وكان الانتاج الحاربي وشاركة المجموعة المجموعة الخاصة اسمها مجموعة زغروت قطاع خاص ممكن المركز هو جندي مجهول في حاجات كتيرة ومهمة ونعمل قطع غيار باساليب مختلف سباكة وحاجة اسمها متاليرجيا المساحية تحول المعادن لبودرة والبودرة تمسيكات شكالية تطلع المنتج فعندنا اساليب كثير عندنا تكنولوجيا اللحام فاحنا بنشتغل في الكور بتاع الصناعة فبنعمل حاجات ممكن تبيعيها مباشرة للمستخدم بحيث تحلله مشكلة مباشرة أو تعمل ما يسمى بالحزمة التكنولوجية التي يمكن طرحها للمستثمر مثلا ياخدها ويستفيد بها هيا نتكلم على أحدث وحدات هذا المركز وهي الوحدة مركز محصف الزات يحتاج لحديث مكسف لكن خليني أذكر المركز هو الدولة متجهة تجاه كل في الحقيقة سياسة الآن سياسة التوطين يعني ليس البحث من أجل البحث البحث ما هوش الهدف البحث هو وسيلة إنما في النهاية لازم فيه منتج ملموس وخاصة إن احنا نتكلم على لغة التوطين والتعميق إن احنا يبقى عندنا لازم نوطن المنتجات اللي بنستورادها يبقى عندنا صناعة عليها لازم بقى عندنا التكنولوجيا امتلاكنا كل شيء وده بيحقق وده كل ده في النهاية التكنولوجيا والعلم مش مجرد كلام يعني كثير يظن إنه ده بعيدا عن الاقتصاد ده هو في الكور بتاع الاقتصاد العالم كله الوقت المراكز البحثية اتجهت إلى أن تتحول لجهات يعني تبدع وإبداع يساوي فلوس ويساوي قيمة وبالتالي بتلعب دور حيوة في الاقتصاد فبتساعد على إنشاء توطين تكنولوجيات والتكنولوجيات تسمح بإنتاج منتجات نوعية ممكن تصدريها وبالتالي ده جزء حيوة جدا طيب نتكلم على الوحدة النصف صناعية الخاصة بالبطاريات وده أحدث وحدة في مركز بحوث الفلزات يعني ايه وحدة نصف صناعية خلينا احنا في المستوى المعملي على مستوى المعمل في حاجة تجريبية بتعملها صغيرة يدوب بيوصل لنتيجة فيها لكن ما توصل ما يعرفش يوصلها المنتج ملموس في المعمل التكنولوجي له مستويات جاهزية يعني في حوالي 9 خطوات الخطوات الأولى هي المعملية إنه عمل في المعمل تجربة وعدها مرة واثنين وثلاثة عشر مرات ليه بيحصل على نفس النتيجة لكن النتيجة دي لا تكفي إنك انت تنيلها المستوى السمي اللي يستفيد بها فبيتحول لحاجة اسمها البروتوطايب يبدأ ياخد هذا المستوى وينتج يحاول ينقل صورة يعمل هذه التجربة على مستوى أكبر مستوى ملموس محسوس مقاس فلما يعملوا ويجربوا هل حصل على نفس النتيجة منه لو حصل على النتيجة يقول ممتاز ده أنا خلاص أنا تنقلت خطوة للأمان بعد الخطوة دي يبدأ يخش على المرحلة النصف صناعي فيبدأ يعمل المنتج ممكن يجرب تطبيخي في الناس تطبقوا تستخدموا فده نقطة فأنا يعني الوحدة النصف صناعية هي وحدة تؤكد المخرج ومخرج صناعي حقيقي خلينا نطبقها على البطاريات يا دكتور ناخد مثال كده على البطاريات خلينا في البطاريات يعني هما بيكتادوا يعملوا فيه خامات كتيرة يعني مثلا البطارية بتمكوناتها فيها حاجة اسمها الأنود وحاجة اسمها الكاثود هما فيها مواد موصلة مواد يسميها الإلكترولايت فالمكونات دي تلاقي الباحث واحد يشتغل في الأنود واحد يشتغل في الكاثود واحد يشتغل في الانترفيس واحد يشتغل في الكافر الخارجي في النهاية كل ده حاجة غير مجمعة مدامة مش بطارية هو بيطور في أجزاء منها منفاصلة منفاصلة لكن هو محتاج يعمل دمج لده كله في يونت تعمله أنولي يعني تعمله زي آلي يعني يبقى فيه يعني المعدات يسلم بعضها لبعض يعني تبقى دي من المعدة تروح للتانية للتالتة للرابعة تمشي بهذا السيناريو فالمنتجات وكمان اللي بيعملوا على مستوى بحسي يعني احنا محتاجين ايه عشان نقول ان احنا نجاح احنا محتاجين بطارية لو قولنا كوين مثلا لو قولنا بطارية الزر دي او الكوين اللي هي بتستخدم في جهاز مثلا قياس الحرارة جهاز قياس الضغط مثلا او الحجزة الطبية الحجزة الصغيرة دي فلازم يبقى عندي يونة تعملها كاملة يبقى فيها كاسود وانود وليها غلاف وليها الكترولايت كل دا يبقى متوفر البطارية لا يبقى تكون مدورة كده حجمها صغير بالضبط ده نوع من البطاريات وفيه بطاريات التابلت بطاريات الكمبيوت اللابتوب بتعمليها الوحدات اللوحات الإلكترونية يعني فيه يونتس كتيرة البطارية اللي انت بتفكري فيها تخزين الطاقة يمكن مش عارفة تطرق أقفز للأمام أنا وقدر أقولك انه مثلا احنا الدولة الوقت بتتجه الجرين تكنولوجي واستخدام الرينيوب الانيرجي التاقة المتجددة التاقة المتجددة التاقة الشمسية وتاقة الضوئية لكن لو احنا لو احنا الصبح بقى عندنا كلنا عندنا تاقة ضوئية اللي هي البيفي الالواح الشمسية حتى على البيوت وبالتالي بأخذ منها الكهرباء بالليل هنعمل فيها ايه محتاجين بطاريات للتخزين الطاقة لازم فيه جزء خزين اه فيه فرق بيننا ادخلها حاجة على الشبكة العامة ده صورة من النوحات الصورة الثانية ان انا ممكن اخذ يبقى عندي كمان بطارية تتخزن فيها جزء من الكهرباء عشان بالليل تشتغل الكهرباء قطعت فده ده جزء اضافي فيه صور كثيرة العام البطاريات فيه بطاريات ستوانية بطاريات مسطحة بطاريات الزر اللي هي الكوينز اللي احنا ذكرناها البعض منها متعدد الشحن كلها متعدد الشحن يعني انا تشحينيها مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة زي انت الموبايل بتشحيني مرات كتير لكن البطاريات الخاصة بالاجهزة الطبية دي استخدام واحد وبعدكها بتشتري واحد تاني يعني بطارية جديدة فيها حاجات سينجل بس دي الخط ده بيعمل حاجات اللي هي قابلة لإعادة الشحن فده الخط فكرته ببساطة شديدة ان احنا نترجم المخرج يعني لو احنا عندنا مخرجات بحسية في هذا المجال بنعمل كاثود آنود إلكترولات نعمله ونجمعه ونوصله ده صورة ده مخرجنا الصورة التانية انه ان انا ممكن اجمع يعني اجيب إلكترولات جاهز واجيب حاجة اسمها الآنود الجاهز والكاثود او اجيبهم واجمعهم عندي فالخط يسمح بالتجميع ويسمح بالإبداع والابتكار يعني اقدر ابتدي من الصفر ان انا احضر حاجة والحاجة دي اخدها مباشرة اركبها وانتج منتج عندي كل الوحدات اللي هي تخدم في خط الانتاج ده العملية التصناعية كأنه انا بحاكي العملية الصناعية بالتفصيل بتاعها ده الاول مرة في مصر ده طبعا الخط مميز جدا وفي جهود مبزولة في بعض المعاهد الاخرى لكن الخط النصف الانتاجي ده اعتقد انه ده خطة متقدمة جدا في مركز بحسطة وفي الحقيقة الفكرة بتاعته جات منين موضوعات تجاه الدولة الدولة الوقت بدأت الشغل احنا بنقول في الكوب 27 في شرمشير كان فيه توجه كله جرين احنا نجعل على الجرين تكنولوجي فبتتكلم على جرين تكنولوجي معنى أنك بتتكلم على السهرات الكهربائية طب السهرات الكهربائية الدولة خادت فيها اجراءات كبيرة جدا ومحتاج انت محتاج تعمل توطين للصناعات المغازية اللي بتعتمد عليها من البطاريات وبالتالي احنا كدولة محتاجين نملك هذا التكنولوجي ونوطنه عندنا وفي الحقيقة احنا عندنا دعوة بعض المستثمرين بدأوا يتركوا الباب في انهم عايزين يعملوا استثمار على البطاريات ينتجى لانها في الحقيقة الاستلاك بتاعها ضخم جدا وفلوس كتير جدا بتدفع بتخرج برة بدأت تتلقى عروض بعد المراحل اللي وصلتوا لي احنا لدينا شركة بدأت بالحقيقة تترك الباب وعايزة تعمل بالتعاون معنا نعمل اي نوع من البطاريات نعمل مشروع في انتاج البطاريات هل نوع معين هتاخدها هي بتعمل دراسة سوق وجدوى بتجدد ايا كان عندها دراسة سوق وجدوى لكن بعض المتغيرات العالمية دي بدأت تعيد النظر فيها وبنحاول نتفق دلوقت على ان احنا نعمل نراجع دراسة سوق وجدوى وبعدين نبدأ نسلك مسلك نتاجه الى الدولة للموافقات وبالتالي نقدر نعمل دا مشجع جدا يعني احنا احنا بنفكر بعمق شوية في ان احنا نعمل نمازج حقيقية نصف صناعية في مؤسساتنا البحثية وده توجه هايل في الحقيقة توجه وزارة تعليم العالمي والبحث العلمي التوجه الدولة يعني لو تسمع يا رئيس سيسي كثيرا بيكلم على قريضة التوطين وهو الموضوع هو النقطة دي هي الحقيقة يمكن على رغم ان احنا نبص الازمة العالمية لكن البوادر المنيرة فيها ان احنا ما حكى جلدك الا زفرك يعني ان احنا نبدأ نتاجه ان احنا نوطن الصناعات عندنا وبالتالي ده خطوة متقدمة جدا في الحياة واحنا في المركز في الحياة اخذنا على عاتقنا ان احنا نغذيه بالوحدات المتقدمة مش المعملية فقط وننقل عشان الباحث ما يشتغلش يضيع وقته طول الوقت في النشر فقط النشر علمي كويس وبيزود الرنك لكن لكن لابد من افادة الواطن وحياته اليومية وانه نفيد الاقتصاد المصري يعني البحث العلمي لو ما سواش فلوس ما لوش قيمة لازم البحث العلمي يكون له مخرجات تعود بالنفع على المجتمع الدولة بتصرف على البحث العلمي دكتور عايزة اتكلم على نقطة البطاريات الخاصة بالعربيات الكهربائية اللي هي المستقبل والدولة المصرية هيمتتجه لصناعة العربيات دي داخل مصر والكل يتكلم ان البطاريات دي هتكون هي اهم عنصر داخل العربية وصلتوا لفين في العمل على البطاريات الخاصة بالعربيات الكهربائية خلينا نقول ان النموذج اللي احنا عملنا ده هيعمل تشجيع للمجال ده بقوة شديدة جدا لانه بقى عندنا يونيتس بس أنا عربية موديولز كتيرة فاحنا احنا ما عندناش المالتي موديولز ان ده هنعمله ونما هنبدأ نعمله هنعمل سينجلز وهنعمل تجربة سريعة جدا للتنفيذ يعني احنا جاري ده هيبقى جاري في خط الانتاج ده هيبقى كفر انه هتبقى فيه تسهيل ان ينتج مثلا في الشهر ممكن ينتج 3000 وحدة ولا حاجة بطاريات صغيرة جدا ممكن تقولي الف مثلا في الكوين 1000 في المسطحة 1000 في الاسطوانية وبالتالي فيه فيه تصور نبتدي بس عند الوقت منتظرين الخامات تيجي عشان نشغل الخط ثم هنشغل وخلاص هيبدي تشجيع حتى اللي عايز من المستثمرين ينتقل خطوة متقدمة في حكاية البطاريات الكهربائية ده بسرعة احنا هنساعد واحنا ده اوبن يعني ان احنا ندفع الناس ونشجعها على الاساسمار والتوطين احنا ده مستقبلنا في الحقيقة مستقبل الدولة المصرية الوقت الكامل في عمليات التوطين وده توجه بقى حقيقي وبدأ تتحرك فيه التعليم العالي والبحث العلم بدأ يتحرك في هذا الاتجاه واحنا كمؤسسة بحسية تطبيقية صناعية في الحقيقة يعني ركزنا مركزين مبكرا احنا في عملية التصنيع وتدعيم الباحثين باجهزة ومعدات تشجعهم على ان يكون لديهم مخرج ملموس ومقاص يعود بالنفع على المجتمع المصري عدد الباحثين يا دكتور اللي بيشتغلوا في الوحدة اللي هي النصف الصناعية حاليا نوصل لك لا لا مش كتير جدا احنا يعني مش عايزة أقول لكم خمسة ستة ولا حاجة ده العدد ماكسما ومع كده احنا وصلين لإنجازات جديدة وإعادات كمان الانتاج متوقع قناتكن أرقام كبيرة ده صحيح زي مرحضة هو كله يغذي بعضو البعض احنا بنعمل تجرب زي موضوع الفرغة المحرك حصل تكامل هائل بين البحث العلمي بين الجامعات بين القطاع الخاص فبدأ فيه جزء من التشجيع واتعمل التونيتس وطلعت عربية ده ممتاز والتمويل يا دكتور مين اللي بيمول المركز بصفة عامة أو هذه الوحدة هو في الحقيقة الدولة مشكورة هي اللي بتمول ولا تبخل على المؤسسات البحثية فالدولة بتمول مش مش هسميه بقى عشان ما أقول للناس تقولون لنا بقول بسخاء إنما هي بتمول البحث العلمي وعنصر مؤثر طبعا لا بتدفع وإحنا بنعتمل عليها وكترقينهم في الحقيقة الجزء الثاني فيه وزارة التعليم العالمي البحث اللي لديها فيه صناديق وهذه أكاديمية البحث العلمي مؤسسة كبرى فوزارة العلم بتمول المشروعات الجادة وكمان صندوق العلوم والتكنولوجيا بيمول وفيه صندوق الاستشارات بدأ يتحرق النوابغ والمبتكرين بدأ يشجع ويمول الابتكار المشروع الوحدة اللي احنا عملنا للتجميع والتصنيع البطاريات في الحقيقة مشكور التمويل شق من مركز بخصوة وتطويل الفيزيات اللي هو ميزانية الدولة شاركت فيه وشق آخر من صندوق العلوم والتكنولوجيا بالتعاون الاثنين مع بعض نجح ونحن نجيب هذه الوحدة ففيه شراكة في الحقيقة في التمويل ما بين مؤسسات التمويل التابعة للتعليم العلي والبحث العلمي بالإضافة لدعم الدولة لنا في الحقيقة بتدعمنا وبالتالي احنا نجحنا المركز بقى فيه أدوات نصف صناعية كثيرة ومتنوعة وبنتطلع ان احنا يبقى فيه عائد حقيقي واحنا بالفعل أصبح لنا عائد موجود بنعمله للمؤسسات الصناعية طول الوقت وده ترجمة للبحث العلمي زي ما حضرتك قلت البحث العلمي هو ركيزة الاقتصاد وما يفعش يكون منفصل عن التطور اللي بيحصل فيه الدولة وده شفناه فيه سياسة الدولة زي بتحاول توطن الصناع من خلال نية تدعم البحث العلمي والمراكز المختلفة زي مركز بحوث الفلزات والوحدات التابعة لي نتمنى لكم كل التوفيق يا دكتور في الفترة اللي جاية ومزيد من الإنجازات وقت حام يعني مجالات أخرى بخلاف البطاريات بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات السابق شرفتنا يا دكتور مشاهدين بشكر حضراتكم لمتابعتكم لينا على مدار حلقة النهاردة وبكرة اللقاء جديد الساعة 8 مساء تصبح الألف خير المترجم للقناة المترجم للقناة